السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم في حلقة جديدة حلقتنا النهاردة مميزة جدا وحصرية. وتهم كل الناس اللي بتستخدم القالب المجانية. كنا عملنا حلقات قبل كده لسرعة المدونة على القالب المدفوعة. ودلوقت اجي دور القالب المجانية. كل الناس اللي بتستخدم قالب سيو بلاس المجاني او قالب سكويز المجاني. الشرح ده بالزبط هي طبق على اي قالب عادي. حتى لو قالب غيرهم كمان لكن قبل اي حاجة لازم تاخد نسخة احتياطية. وتعمل احتفاظ نسخة اه احتفاظ بنسخة احتياطية من القالب بتاعك. قبل ما تطبق الشرح ده معي. الشرح ده هيوصل لانك توصل لاعلى سرعة في المدونة بتاعتك. حتى مع وجود اعلانات. بس بشرط زي ما اتفقنا ان احنا هنشيل من آآ الشفرة الاعلانية الكود الخاص بالجافا سكريبت زي ما شرحنا في الحلقات اللي قبل كده. نبدأ على طول الشرح عشان ما اطولش عليكم. في ملف تيكست هتلاقيه موجود في الوصف تحت الفيديو هتحمله. هيبقى معك بالشكل ده كده. الخطوات اللي احنا هنعملها اعملها وراي بالزبط. اول حاجة هتخش على المدونة بتاعتك. وهتخش على المظهر. وهتيجي على آآ تعديل اتش تي ام ايل. هتيجي على المدونة بتاعتك بقى. هتبدأ اول حاجة عندك خالص. آآ هتخش على الملف تيكست. وهتاخد المجموعة اللي هعلم عليها دي كلها. وهتحطها تحت خالص في البضي. اخدها كده. واخر اكواد عندك في القالب تحت خالص. هتستبدالها بها. الاكواد اللي في الاخر دي كده. اللي هي اتش تي ام ال وبضي هم دول بس اللي هتغيروا. وهتحطهم بدلهم. هيبقوا بالشكل ده. بقوا من هنا كده لحد هنا. دي مجموعة اكواد خاصة بتغيير البضي وكمان الجافا سكريبت بتاع اعلانات ادسنز. تمام? دي كده اول حاجة اول خطوة هتعملها. هتاخد المجموعة دي تنسخها وتحطها في نهاية القالب. تستبدالها بال بالبضي والخلاص. تيجي على المرحلة اللي بعد كده. هتيجي تدور على آآ في وسط القالب على الواسم ده. هتعمل هنا كده كنترول و اف. عشان تبحس. وهيجيب لك في النص بالزبط الواسم ده. هنغيره برضو. الواسم ده هنغيره اهو. هناخد المجموعة دي كده كلها. ونحطها مكان وسم الهيد او نستبدالها. طيب تمام? نستبدالها بايه? استبدالنا شكل وسم الهيد. استبدالنا شكل وسم البضي. وكمان حطينا آآ الملف اللي هو بيمنع الكوكيز. رسالة الكوكيز اللي هي مزعجة دي اللي هي المفروض اصلا برضو بطأ معاك القالب. خلاص? يبقى احنا كده عملنا الحاجتين دول. تعالى بقى الاخر حاجة. وهي الحاجة الاخيرة. اكواد دي اني ستخدها كلها كده. وتروح برضو على بداية المدونة فوق خالص. بعد الهيد او هنا كده. وتحط اكواد دي اني اس. ويبقى احنا كده خلصنا الشرح بتاعنا ونعمل حفظ. تمام كده تمام خلاص خلصنا. ده وقفنا لحد هنا للناس اللي هي عاوزة آآ تعمل شغل خفيف قوي في المدونة بتاعتها. مش عاوزة تكمل معنا بقية الحلقة. بقية الحلقة هنكملها على وما نصحش انه احد اي حد يستخدم يكون عارف فيه الاول يكون عارف تفاصيله قبل ما يشتغل فيه. طيب ان اللي انا عملته ده ده آآ خلاص هيخلي معك المدونة سريعة جدا. حتى في وجود اعلانات. حتى في وجود اعلانات. هنكمل بقية الحلقة بقى للناس اللي هتكمل على كلاود فليير. نخش على كلاود فليير كده بعد ما ربط انت كده خلاص الموضوع الرابط ده انا مش هتكلم فيه لانه مش هيشتغل على كلاود فليير غير الناس اللي حابة تشتغل عليها بس. هنعمل آآ هنشغل هنا كل ده كده. وهنشغل دي. وكمان هنشغل الركض. كل دي اعدادات خاصة بكلاود فليير. الناس اللي هي ربطها مدونتها بكلاود وفليير وده هنبقى نعمل لها حلقات بعد كده. خلاص بعد ما اعملت اعدادات السرعة عندها كده بالشكل ده كده. شغلت الاختيار الاولاني وشغلت الركض وشغلت كل الاختيارات الموجودة الخاصة بالسرعة. هتيجي تطلع بقى كده خلاص احنا مش عاوزين كلاود فليير في حاجة. وهنيجي نختبر المدونة بتاعتنا. افتكر الرقم ده. ده الاديم. اتنين وخمسين اه على الموبايل وتمانية وتسعين على الكمبيوتر. ده الرقم الاديم لسرعة المدونة اللي احنا شغالين عليها. اللي هي السباق سي او. مش السباق دوتكم. لا ده دومين تاني باشرح عليه. خلاص المدونة المجانية اللي هي على قالب سيو. على قالب سكويز. دلوقتي حاليا سرعتها اتنين وخمسين على الموبايل. تعني بحث كده. هنجرب دلوقتي تاني بقى نشوف السرعة كام. هنعمل مرة هنعمل مرتين السرعة عشان الناس تتأكد. هنعمل مرتين السرعة عشان الناس تتأكد بعد ما خلصنا. احنا كده خلص خلصنا. خلص بقت معاك هنا سبعة وتمانين وتسعة وتسعين على آآ الكمبيوتر. يعني من اتنين وخمسين لسبعة وتمانين. تعالي بحث تاني. تمام? يعني احنا برضو بنأكد للناس. يعني خلاص انت كده خلاص خلاص خلية المشكلة بتاعت سرعة المدوانة بتاعتك. خاصة بسيو بلاس. او خاصة بسكويز المجاني. سبعة وتمانين. وسبتة. ومعاك تسعة وتسعين على على الكمبيوتر وسبتة. نبحث تاني. تأكيدا برضو للناس. الفرق كبير جدا. من اتنين وخمسين. من اتنين وخمسين في السرعة. لسبعة وتمانين. وممكن توصل معك كمان لتسعين لو انت مش حاطط آآ عدد كبير من الاضافات او عدد كبير من المقالات في الصفحة الرئيسية. نعمل بحث كمان مرة عشان نتأكد. كل اللي انتم شايفين قدامكم ده يا جماعة آآ يعني الاكوادة اللي احنا حطناها بالكامل هنا دي ممكن تنفع على اي قالب. يعني كل اللي احنا عملناه في المدوانة عملنا ايه? كان هنا آآ آآ واسم لشكل معين كده. هو كلمة باضي وخلاص. اتغير بقى بالشكل ده كده. تمام? عندنا حطينا هنا الكود الخاص بالآآ بتأخير آآ اللي هو وتأخير الصور وبقية الجسم القالب. وهنا تأخير اعلانات جوجل ادسينز. وجينا في نص المدونة زي ما اتفقنا عند الواسم وعدلنا في شكله. في الشكل اللي احنا شفناه من شوية. وحطينا آآ كود خاص بآآ موضوع الكوكيز بان هو بي بيلغي موضوع الكوكيز الرسالة اللي بتظهر للناس دي. تمام? احنا معنا القالب اهو تمانية وتمانين. وعلى الديسك توب تسعة وتسعين. وده اقصى درجة ممكن توصلها في قالب مجاني. ممكن لو عدلت حاجات تانية واكواد تانية انا مش عاوز احطها لانه لو حطت لك اكواد تانية او عدلت لك حاجات تانية في جسم القالب. مش هيديني درجة حلوة في السيو فانا محتفظ بشكل قالب الاجمالي بتاعه. علشان آآ مبقاش في مشاكل داخلية. فكده افضل السرعة تقدر توصل لها التسعة وتسعين وتمانية وتمانين على اساس ان انت هيبقى هات السرعة دي سابتة معك وانت معك اعلانات. هتبقى السرعة دي سابتة في وانت معك اعلانات. تمام? وجينا عند وجينا في النقطة الاخيرة. اللي هي اكواد دي ان اس. كل ده هتلاقي مكتوب حتى نكتب لك بالعامية هوا هتحط الاكواد دي اخر القالب. المجموعة دي كده كلها. وكمان هتلاقي المجموعة التانية كمان اهي. والمجموعة التالتة اللي هي اكواد دي ان اس. وبعدهم بتعمل حفظ. خلص ده بالنسبة لك انت حابب بقى تربط بكلاودو فلير ماشي ما فيش مشكلة. مش حابب كلاودو فلير خالص ومش حابب تستخدمه. خلص ما تستخدمش كلاودو فلير خالص من من الاساس. لو انت مش متأكد او مش عندك مهارة. في استخدام اه كلاودو فلير عشان المدونة بتاعتك ما تقفش يعني. ودي كده حلقة تهم كل الناس اللي بتسأل على سرعة المدونة. وسرعة المدونة الخاصة اه بسكويز المجاني والخاصة بسيوب لص المجاني. ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لنا لايك وتشاير الحلقة. وفي نهاية الحلقة اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.